بالتأكيد أنه القضية الانتصار مفهومها بمفهوم السياسي وليس بالمفهوم الآخر العسكري الذي يراد منه تأجيج الموقف أو تأخيرها لا بالعكس وهذه يضمن الأطر القانونية والدستورية لم يكن الإطار عندما تمسك بخيار الثلث الضامن لم يكن خرقا إلى دستور أو قفزا على مواد قانونية كما الطرف الآخر الذي أراد أن يسعى إلى الأغلبية وإلى جمع 220 صوت أيضا هو تحرك ضمن هذا الخط وبالتالي كانت المنافسة لا بد لأحدهما أن يحقق بالمفهوم السياسي نصرا على الآخر لكن هو ليس بالنصر الذي يشق الصفوف وليس هو بالنصر الذي يزيد من الخلافات والانشقاقات ما بين الأطراف جميعا لذا نعتقد أنه اليوم الثلث الضامن أصبح واقع حال على المعادلة السياسية العراقية وهي رسالة إلى كل الأطراف السياسية بأنه لا مناصة عن الحوار ولا بد أن يكون الحوار هو اللغة السائدة التي تجمع كل الأطراف والشركاء والفرقاء السياسيين فيما بينهم إذا كانت النوايا تتحرك نحو عملية جديدة وإصلاح سياسي جديد فلا بد أن يمضي هذا ضمن الحوار ولا يمضي ضمن الإقصاء والتهميش أو إبعاد طرف من حقه أن يختار طريقة الحكم وطريقة الدخول في الحكومة أم لا فبالتالي هو هذا الموقف الذي كنا حققناه في الإطار التنسيقي في هذه الجلسة اليوم التي طالما قلنا قبل أكثر من أسبوع منذ أن تم تحديد هذه الجلسة قلنا أنه لن يكتمل النصاب ومضت الأمور بهذا الشكل والحمد لله على هذا الأمر الذي حصل طيب يعني بمعزل عن الانتصارات السياسية والعسكرية أيضا يعني ما الخطوة المقبلة سيد الركابي؟ هناك اجتماع في منزل السيد المالكي ما الاستنتاجات ما النتائج ما رؤيتكم حول المرحلة المقبلة؟ يعني قد تم الإعلان مباشرة بعد الانتهاء وبعد رفع الجلسة اليوم تم الإعلان من قبل الإطار التنسيقي على أنه مستعد للحوار ودعا كل الأطراف إلى الحوار سواء في التحالف إنقاذ وطن الثلاثي أو حتى التيار الصدري بشكل خاص كونه هو الطرف المعني من هذا التحالف مع الإطار بخصوص الاختيار رئيس الوزراء الذي هو من المكون الشيعي وبالتالي الحوارات هي التي سوف تنطلق ومن الممكن أن تبدأ منذ هذه الساعة أو بعد ساعة أو ساعتين تنطلق هناك لقاءات ويوم قد أيضا يتم هناك لقاءات أخرى ما بين الأطراف جميعا وقد يتم التزاور حول الحصول على الوصول إلى حالة توافق وتفاهم أنه الجميع اليوم أمام مسؤولية كبيرة القضية أنا عندما قلت أنه هو انتصار سياسي وليس انتصارا عسكريا بالتأكيد لا أقصد الصبغة العسكرية المعروفة لكن أردت أن أبعد هذا الانتصار عن مفهوم الاستفزازي الذي قد يقع على الأطراف الأخرى ويعتبرونه مستفزا أبدا هو ليس المنافسة ما بين الأخوان فإذن من يريد بعد ما حدث اليوم لا بد أن يأتي إلى التوافق وأن يتفاهموا على كثير من القضاء طب أستاذ وقل من الذي عليه أن يتنازل اليوم لتمشية الأمور وإكمال الاستحقاقات من لديه مئتين واثنين نائب أم من لديه بأوستة وعشرين نائب الكل الجميع الكل عليه أن يتنازل للآخر لأنه اليوم حتى الذي عنده مئتين واثنين نائب لم يستطع أن يحقق بها لو حصل على مئتين وثمنتعش نائب لم يستطع أن يحقق ما دام هناك جهة سياسية تستطيع بهذا الثلثة الذي تمتلكه أن لا تجعل للجلسة أن تمر هل نبقى بهذا الحال؟ لا لا بد أن الجميع يعترف بأنه لا مناصة لأحدهما عن ترك الآخر وبالتالي لا بد أن تلتقي الأطراف جميعا لكي يشرح فعلا في تشكيل حكومة تحقق للمواطن ما يريد أما أن تبقى مظاهر العنجهية ومظاهر الإقصاء ومظاهر عدم القبول بأحدهما للآخر بالتأكيد هذا موقف غير منطقي وغير صحيح ولا يوصل إلى نتائج ترضي المواطن يعني عندما جاءت هذه الانتخابات المبكرة يفترض ليست من أجل أن فلان يحصل على كذا مقعد وفشين من الكتل تحصل على مقاعد بقدر ما أن تحقق لهذا المواطن المسكين ما يصبوا إليه قيد الركابي يعني بصراحة إن شخصنا بواقعية ستأتي الحلول مريحة كيف لا مناصة عن ترك الآخر ولا يوجد هناك تفاهمات فيما بينكم إضافة على سبيل المثال اجتماع الذي حصل في بيت السيد المالكي لم يحضر التيار ولم يرسل ممثل فهو كالمقاطع لكل اجتماعات الإطار يعني جلسة اليوم هي التي أفرزت أنه لا مناصة من أحدهما ترك للآخر يعني كل هذا قبل اليوم قبل جلسة اليوم الكل كان يراهن على أنه عملية تمرير الجلسة وتمرير الحصول على مئتين وعشرين كانت يتم المراهنة عليها وبالتالي اليوم وصلنا إلى حالة من واقع الحال هل سنقف أمام هذا النصر بالنسبة إلى الإطار وأن يبقى يتباهى بهذا النصر وواقف مكتوف الأيدي دون أن يتقدم خطوة إلى الأطراف الأخرى بالتأكيد لا بد أن تكون هذه الخطوة أن يتقدم وكذلك الطرف الذي لم يستطع أن يجمع الميتين وعشرين هل يمكنه أن يبقى مصرا على موقفه دون أن يتحرك إلى الطرف الآخر التنازل بعض الأحيان يا سيدي الكريم في المواقف الحساسة والمواقف العظيمة هذه رفعة وهذه حكمة وهذه مصلحة عامة أما من يبقى يعتقد بالمفردات بأنها تنازل أنا أتصور أنه القضية السياسية يعني ما بها هذا الإصرار لا بد أن يكون فيها تنازل وخضوع وحوار وإعطاء شيء مما تريد والتنازل عن ما تطلب وتعطي للآخر ما يريد هذه هي العملية السياسية التي يفترض أن يسعى لها الجميع أما الاجتماعات من الممكن اليوم ما حضر التيار الصدري لكن قد يلتقون في الأيام القريبة جدا قبل الأربعاء ترجمة نانسي قنقر